بالحقيقة، واحدة من أسماء الله ومن ألقاب الله يهوى شلوم في سفر القضاء إصحاح 6 كما أنه فيه يهوى يعني الرب الإله مثلاً شافينا أو الرب يرى واحدة من الأسماء القوية جداً اللي بتعبر عن طبيعة الله نفس الشيء يهوى شلوم أي يهوى سلامنا وطبعاً يعني في سفر القضاء يتكلم عن هذا الاسم لكن في العهد الجديد مكتوب في أفاسوس 2 آية 14 لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً ونقض حائط السياج المتوسط هذا حائط السياج هو الحيط اللي كان بيفصل بين المؤمنين من خلفية يهودية وخلفية أممية ففيه دار الأمم في الهيكل اللي بناه رودوس في أيام المسيح ودار كبير كبير ولكن بتصل إلى وضعك قبل الأروقة وطبعاً القدس ومكان تعرف وين اليهود اللي بفوتوا فقط عليه فيه عبارة لا يدخلها أممي وإلا يقتل فهذا الحيط هو هذا الحيط اللي كان بيربط هؤلاء الأمم اللي جاءوا يتعبدوا لأله فهذا الحيط يتهدم خلاص والرب يسوع مكتوب عنه خلاص هو سلامنا نفس التعبير يهوى شلوم هو سلامنا يهوى سلامنا فهذا مهم جداً إنه هو مصدر السلام شيء تاني بنفس الآيات في أفسوس المسيح هو صانع السلام مكتوب مبتلاً بجسده نموس الوصاية في فرائد لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً من زمان كان اليهودي يكره الأمم وحتى كان يقول عن الأمم كلاب فخلاص انتهى هذا الموضوع في موت يسوع المسيح لأنه صنع السلام وخلق بسميه إنسان جديد وهذا الإنسان الجديد في يسوع خلاص يهودي أمم كل من يؤمن بيسوع المسيح هو صار إنسان جديد في يسوع المسيح صار خليقة جديدة مشان هيك المسيح قال طوبة لصانعي السلام ثم بنفس الآيات في أفسس 2 مكتوب المبشر بالسلام لاحظ هو صانع السلام والمبشر في السلام هو سلامنا ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين لأنه النبوه في إشعية 52 مكتوب ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير المخبر بالخلاص قد ملك إلهك فإذن هذا الشيء مهم جدا والرسول بطرس يقول في أعمال عشرة آية 36 الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح هذا هو يسوع المسيح رب الكل تقول لتشديف هاي كلمة الله بتقول عن يسوع المسيح أنه المبشر بالسلام هذا هو رب السلام مشان هيك السلام هو أنشودة يعني قبل ما نقول سلامك فاء العقول يلي سلام النفس بقربك كل ترينيم السلام السماء رنمت وجوقة ملائكية رنمت عند ولادة يسوع المسيح قائلة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة أصبحت الانشودة الخالدة اللي منرنمها مش بس في عيد الميلاد منرنمها في كل وقت وهي الترينيم بتتكلم عن انجيل السلام حاذين أرجلكم استعداد انجيل السلام شو انجيل السلام إنه المبشر بالسلام بيحمل هذا الانجيل انجيل الخلاص حتى كل البشر يتمتعوا بالسلام اشتركوا في القناة